اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس نريد نشتغل على الابلود بروفايل فوتو انا اقدر اختار صورة من الحاسب امالتي للبروفايل فوتو اختار هذه الصورة وبعديا من اضغط على هذا الزر ابلود لازم يرسل هذه الصورة الى السيرفر ويتم حفظها في الكلاود نري فنجي ونشتغل على الابلود بروفايل فوتو نجي الى فيجول استوديو كود الى بروفايل اي بي اي كال اعمل كوبي من هذا الاي بي اي كال كنترول سي وننزل واخلي هنا واكتب في الكومنت ابلود بروفايل فوتو واغير الاسم للفونكشن ابلود بروفايل فوتو شنو اللي يتوقع هذا الفونكشن من المستخدم نيو فوتو نيو فوتو لان المستخدم يريد يغير البروفايل فوتو مالته المسار طبعا تختلف والميثود تختلف الميثود راح تكون بوست امسح هذا المسار اجي الى يوزرز كنترولر في السيرفر على مودة اشوف المسار انزل انزل هذا update يوزر بروفايل بروفايل فوتو ابلود هذا الكنترولر هذا المسار مالتنا اعمل كوبي لها كنترول سي واجي اخلي وين اهنا والميثود بوست ولازم اعطي النيو فوتو اعطي النيو فوتو في البرامتر الثاني هذا الشكل شوية انزلها جميل ونزل ال dispatch هذا يرسل الريكوست الى السيرفر على مودة يعمل upload للبروفايل فوتو واعطي النيو فوتو وراح يرجع للداتا خلنا نشوف شين الداتا وين الداتا هنا بيها message وايضا يعطينا البروفايل فوتو يعني النيو بروفايل فوتو جميل نرجع هنا في ال API call هنا لازم اكتب action لل set بروفايل فوتو فاجي الى بروفايل slice اعمل copy لهذا الاكشن ctrl c واخليها جواها واكتب set بروفايل فوتو يعني هذا رح يعمل تعديل على الفوتو مع البروفايل state dot profile dot profile photo يساوي action dot payload البي لازم اكتبها uppercase state dot profile dot profile photo يساوي action dot payload يعني لازم نعطي لهذا ال new photo اللي اخذناها من السيرفر فنجي الى api call هنا اكتب set profile photo واعطي data dot profile photo بعدين اكتب toast toast dot success لان ايضا هذا الداة يرسل لي مسيج هذا المسيج your profile photo uploaded successfully فايضا اريد اعطي المسيج ك toast للمستخدم اكتب المسيج data dot message اكو بعد شغلة هذا ال new photo اللي ناخذها من الكلينت رح يكون من نوع form data وليس من نوع json مثل ما تعرفون الاكسيوس خلف الكواليس يكتب في headers content type application json يعني البيانات اللي نرسلها من نوع json ولكن هذا مو json لازم نحدد content type انه هذا form data وايضا شغلة اخرى هذا ال controller private لاحظ private يعني يعني شنو يريد مني ايضا token ولازم اكتب التوكن في headers فاجي هنا في api call multi لازم احدد الheaders ايضا احدد الheaders في بارامتر الثالث من هذا الميث post اول بارامتر عدنا url بعدين عدنا البيانات وبعدين افتح object واكتب في object headers بهذا الشكل والheaders ايضا هو object اول شي اريد احدد بها التوكن اكتب authorization بهذا الشكل بار بلاس ولازم اكتب التوكن هنا ليش كتبت authorization ctrl p افتح الverify token في السيرفر لاحظ هذا يتوقع مني authorization request dot headers dot authorization فهنا لازم اكتب authorization في الheaders ويتوقع مني بارار توكن فاول شي اكتب بارار واخلي space بين البرار والتوكن يعني مسافة plus توكن التوكن مني ناخذها خلي اكتب توكن هنا على ما يكون عندي error اجي في المتصفح افتح الريدوكس تولكت ريدوكس شوف في اث يوزر عندي التوكن هذا التوكن لاحظ هذا التوكن اليوزر من يعمل لاغ ان السيرفر يعطيني توكن اني احتاج هذا التوكن ليش احتاج احتاج احتاجها لان حاليا اريد اعمل ابلود للبروفايل فوتو وال كنترولر ما البروفايل فوتو في السيرفر يريد مني توكن اذا ما اعطي توكن ما رح يسمح لي ان اعمل ابلود للبروفايل فوتو وايضا التوكن عندي وين في اللوكال ستوريج يعني لو اجي في ابلكيشن لوكال ستوريج يوزر انفو لاحظ ايضا عندي توكن هنا هذا التوكن اني اقدر اخذ التوكن من اللوكال ستوريج او مني من الستيت في الريدكس يعني في اثنين اماكن عندي التوكن موجودة وين في auth state dot user dot token لاحظ اذا تفتح الريدكس تولكت راح تعرف الفكرة auth dot user dot token فاجي هنا هذا التوكن امسحة هذا الفنكشن الفنكشن الداخلي هذا يعطينا dispatch وايضا في برامتر الثاني يعطينا get state هذا get state function يعطينا كل الستيت control p store يعطينا هذا يعني هذا الابجيكت يعتبر state بها الث والبروفيل حاليا انا اريد الث والاث بها user واليوزر بها token على مداخذ التوكن فاجي هنا هذا get state اقدر اكتب بهذا الشكل يعني اكتب هنا هنا اكتب canos state يساوي get state لان هذا function يرجع لي ال state واكتب هنا state dot auth dot user dot token بهذا الشكل مثل ما قلت لك هذا يعني هذا في store و store بها auth و auth بها user و user بها token اخذ token ولازم نرسلها كبرر token لان server يتوقع مني برر token وليس token اعتيادي انا اقدر امسح هذا يعني اعمل cut لهذا control x ليش اعملها كvariable ما احتاجها بدلا من ال state اكتب هذا get state اعمل run لهذا function يرجع لل state بعدين اخذ مننا auth user dot token يعني اعمل chaining وبعدين لازم احدد content type لان ده نرسل صورة الى server او ده نرسل form data الى server فاكتب content type multi part slash form dash data هذا الشكل نكتب ها يعني نقول السيرفر البيانات اللي ارسلها اليك من نوع form data لان هذه البيانات new photo من نوع form data لازم احدد للسيرفر لازم نرجع للمتصفح ونشوف اول شي رح اخلي comment لهذا authorization يعني ما رح ارسل token الى السيرفر ونشوف شنو اللي رح يعملها السيرفر اجي السيد هذا اعمل reload اختار صورة من حاسبتي هذه الصورة upload طبعا ما رح يعمل upload لان خل نرجع لازم نعمل run لهذا ال function في ال profile انا نسيت نجي هنا في ال profile في ال profile عندي dispatch طبعا انزل هنا هذا الفورم submit handler هذا اللوغ امسحها واكتب هنا canast form data يساوي new form data اعمل new object من class form data بهذا الشكل واكتب form data dot append اعطي key والvalue الkey اكتب image لان في السيرفر يتوقع مني هذا الاسم واعطي الفايل الفايل بها الصورة هذا الفايل لاحظ هذا الفايل ناخذها من ال state جميل بعدين لازم نعمل run لهذا ال api call upload profile photo ونعطي form data نجي هنا اكتب dispatch upload profile photo هذا سوى ال auto import واعطي form data form data نرجع مرة اخرى اعمل reload اختار صورة من الحاسبة نفس الصورة upload شوف يقول لي no token provided access denied يريد مني token ارجع في profile api call اشيل ال comment لازم نرسل ال token مهم جدا مرة اخرى نرجع لل browser اجر اختار نفس الصورة هذه الصورة upload upload your profile photo uploaded successfully سوى upload لهذه الصورة وخزن هذه الصورة في السيرفر واعطاني هذا المسج success message جميل اذا اعمل reload لاحظ الصورة لازم تبقى باقية ولكن عندي مشكلة هنا من اعمل upload new photo يعني حسن هنا سوى update لبروفايل photo مالتا ايضا لازم يتغير الفوتو في الheader ولكن ما تغير ليش لان هنا في header الheader ياخذ البيانات مالتا من الاث من اليوزر يعني خلنا نرجع نشوف هنا عندنا profile slice profile page هذا profile page ياخذ البيانات من profile slice من profile state ولكن الheader ياخذ البيانات من الظ الظ بها user وهذا الuser ايضا موجود في local storage بعد ما حسن يعمل تعديل على الصورة مالتا في profile ايضا لازم نعمل تعديل في الاث على مود الheader يصير update نجي ونعمل ها بسيطة جدا افتح الاث slice ctrl p auth slice هذا الheader ياخذ الuser من هذا الuser وهذا الuser ياخذ البيانات مالتا ايضا من local storage يعني لازم ايضا نعمل تعديل ل profile photo في local storage على مود كل شي يصير اوكي في الheader يعني اذا افتح local storage هنا شوف 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 عندي profile photo لازم ايضا اعمل تعديل على هذا يعني اليوزر من يعمل تعديل على profile photo مالتا ايضا لازم يصير تعديل في local storage اصد هذا ونجي ونعمل ها في auth slice اكتب new slice اسمي شوية انزل set user photo state action state dot user dot profile photo يساوي action dot payload هذا الuser عنده profile photo راح نعطي الprofile photo الجديدة نجي في profile api call هنا احتاج auth actions هلمود اعمل run لمن لهذا let's set profile photo اجي هنا import from slices auth slice شنو اللي اريد اريد auth actions انزل هنا upload profile photo جو هذا يعني جو هذا dispatch طبعا خلي شوية اصعدها جو هذا dispatch شنو اللي راح اعمل ايضا dispatch ل auth actions dispatch auth actions dot set user photo و لازم اعطي ال payload شنو data profile photo يعني هذا يعمل تعديل على profile ويعطي new profile photo وهذا يعمل تعديل على user في auth slice يسوي تعديل على profile photo واخلي toast function ايضا صحيح وايضا لازم اعمل تعديل في local storage اكتب هنا comment modify the user in local storage with new photo شوي انزل اول شي اعمل get لليوزر اكتب كنس user يسوي json dot parse local storage dot get item user info وبعد هذا ال user ب profile photo اكتب user dot profile photo يسوي data ال data اللي اخذها من السيربر dot profile photo هذا الشكل وبعد مرة اخرى نعمل set لل item في local storage اكتب local storage dot set item user info json dot string fi اعطي ال user ايضا لازم نعمل modify او تعديل في local storage عملناها هذا الشكل اول خطوة اخذنا اليوزر من local storage بعدين سوينا تعديل على profile photo مال 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 مرة مرة اخرى عمل نعمل set ل user info في local storage ولكن هالمرة ال user profile photo مال ته ال profile photo الجديدة اللي اخذناها من السيرفر جميل جدا نرجع للمتصفح ونعمل تعديل على الصورة مال ال user اختار صورة جديدة هذه الصورة اضغط على upload يعني ايضا لازم يصير تعديل على هذه الصورة في ال header هس نشوف your profile photo uploaded successfully صحيح ايضا سواها في ال header يعني نفس الوقت غير الصورة هنا في profile وسوا تعديل في header مرة اخرى نشوف اختار هذه الصورة upload اعطاني success message وايضا غير الصورة في ال header جميل جدا كملنا هذا الدرس شكرا جزيلا لكم واراكم في الدرس القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة